ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة رح نحكي عن موضوع كثير بعانوا منه بشهر رمضان المبارك منلاقي أشخاص بتنفعلها بسرعة بتضوج بسرعة وبتحط الحجة إنه هي صايمة يمكنه مع ارتفاع درجات الحرارة كمان بيقولوا شوب والصيام وبنرفزوا بشكل كتير كبير رح نحكي عن هالموضوع وعن موضوع الضبط الذات مع مدرب التنمية البشرية هاشموني فأهلا وسهلا في صباح بسرعة صباحكم كل خير بسرعة صباحكم أهلا وسهلا فيك الحالة العادية الناس بظل خلق أدية أو خصم بنتجة الأزمات التي كانت بالفترة الماضية ولكن بشهر الصوم منلاقي بدل متعارفة عليه إنه الشخص أو الصائم لازم يتحلى بهداوة بال بإخلاقها ميدة منلاقي بالعكس صار عصبي أكتر شو السبب برأيك؟ أول شيء صباحكم كل خير رمضان كريم عليكم على المشاهدين الغضب هو رد فعل طبيعي ناتج عن ممكن حالة حزن أو حالة عم يمرأ فيها الشخص بشكل هام الغضب ممكن يتقسم لعدة أنواع اللي هو ممكن ناتج عن رد فعل طبيعي أو عن ردة فعل مختلفة ممكن مشاعره بالحزن أو مشاعر تاني على ممكن الغضب نحن نصنفه عدة أصناف فيه عندنا غضب ناتج عن الحالة الطبيعية ممكن شعور الإنسان بالاستياء نوعاً ما شعوره بالحزن شعوره أن الإنسان تعرض لإساءة هذه ناحية طبيعية للغضب وممكن جسدية وممكن إنسان يعبر عن غضبه أنه هو أو عفوا يعبر عن ألم عم يشعر فيه أو عن استياءه بالغضب أو بطريقة التعبير تماماً خلينا نحكي بفكرة كتير مهمة اليوم مثل ما كلنا عم نعاني من كتير ضغوطات بالحياة انعدام الرفاهية يعني بشكل كامل إن كان من كهرباء خلينا نعتبرها رفاهية إن كاننا من وضع اقتصادي اليوم نحنا كأشخاص يعني بعيداً عن شهر رمضان وفي شهر رمضان كيف نحنا فينا نعمل شيء اسمه كونترول كيف فينا مثل ما بيقولوا انعدل العشرة قبل ما نعمل ردة فعل تخسرنا شيء كتير غالي علينا هلا في عنا نحنا شيء اسمه إدارة غضب أو ممكن نحنا فينا نسيطر شوي على تصرفاتنا ممكن نحنا فينا الغضب خلينا نحسب نفكر أنه تأجو كارسية على طول نخسر الأشخاص اللي عم نتعامل معهم ممكن أو ردة فعل السريعة هي ممكن تأدي بشهر رمضان هلا حالياً إن عاد عليكم بالخير ممكن نحنا بكسرة الاستغفار أو كسرة الصبر ممكن الاستماع للقرآن الكريم يسحب بالستريس اللي جوانا شوي أو بيشعرنا بالطمأنينة والارتياح بشكل عام يعني هالأيام هذه الفضيل يعني إذا الواحد خلينا نحكي أنه تجاوز نوعاً ما تجاوز صبر شوي على حالة الغضب اللي هو فيها حاول سيطر على مشاعره حاول سيطر على ردات فعله نوعاً ما مش شعال ما نوصل لمراحة كارسية يعني تمام كتير نسمع بمصطلح إدارة الغضب خلينا نحكي أكتر عن هذا المصطلح وكيف ينا نحنا ننفذه على أرض الواقع هل إدارة الغضب هو مهارة مهارة بتتقسم لعدة أصناف خلينا نحكي عن الغضب البداية نحنا الغضب هو بيبلش من الإنكار أنا بينكر أني غاضب بالبداية بعدين بيبدأ بالتشبس واحد برأيه أنه لا أنا خلص أنا صح كل أراء اللي حوالي هنو غلطوا أنا هو الصح بعدين بيبدأ هذا الشخص نوع ما أنه يتقبل أنه أوكي لا أنا غلطت هون أو كنت على باطل هون أو علي حاقب شي بعدين بيبدأ بمرحلة اللي هو خلينا نحكيه أنه يشعر بالندم نوع ما بيستاء أنه أنا اتصرفت غلط هون بعدين بيبدأ بمرحلتي قبول إدارة الغضب هي مهارة أني أنا تقبل نفسي تقبل ذاتي تقبل مشاكلي تقبل عيوبي تصارح من نفسي لأبعد الحدود تقبل الناس اللي حوالي ممكن أنه عما أنا اليوم إذا صار معي مشكلة أو شي أنا أفكر مشكلة ما أفكر بحلول المشكلة إدارة الغضب أني أفكر أنا بحل هذه المشكلة اللي أنا فيها اليوم كيف ممكن أتجاوز هذه المشكلة ممكن أنا أطلع من المحيط اللي أنا فيه يكون هو السبب من أسباب أني خلاص أطلع من هذا المحيط أو الأشخاص اللي أنا موجود معها هنا أنا خلاص أتجاوز هذه المرحلة إدارة الغضبي بتحكم بمشاعر نوع ما كبح مشاعر الغضب نوع ما نعم قبل ما نختم مع حضرتك خلينا يمكن نضوي على نقطة كتير مهمة وخلينا نضوي على موضوع الصوم من خلال الصيام ردات فعلنا بتكون شوي قاسية شوي جارحة ورمضان شهر الخير وشهر البركة نحن كأشخاص كيف نتقرب من اللي مزعلينهم نبرر وجهة غضب بدون ما نحس أنه نحن ضعاف يعني في كتير أشخاص إذا بدأ تعتذر أو إذا بدأ تبرر غلطة عملتها بتقول لا أنا ما بتنازل أنا ما نضعيف خلينا هيك كيف نحكي كيف لا بالعكس أنتوا بتكونوا أكثر قيمة إذا اعترفتوا بأخطاءكم هلأ الاعتراف الحق فضيلي مثل ما ما نحكي دائما نحن ممكن بخلال الشعر الفضيل لأنه نحن نصالح هذه الناس أو نعبر عن غلطنا هو الاعتراف الاعتراف الواحد بغلطه وهو جزء من حل المشكلة أو نصح المشكلة اليوم نحن اعترفنا بأخطاءنا اعترفنا بعيوبنا حاولنا نتقبل نفسنا بالبداية مشان نتقبل الآخرين هذا الشي ينعكس إجابا علي أنا شخصا حتى ينعكس على محيطي أو ينعكس على الناس اللي هم تعامل معهم بشكل يومي اليوم خلال شهر رمضان ممكن تسامح بالحالة الطبيعية اللي رح يجي على العيد أو شي إنه الناس نتسامح ما بوضع تصارح مع نفسها نصالح اللي نزعلينه نحاول قدر إمكان نتقبل عيوبنا بعدين نتقبل عيوب الآخرين والغضب دائما مندوم عليه خلينا نحكي في قولة الإمام علي ارتضي واللعن الغضب ساء عفوا تفكير الصبر لحظة غضب يغنيك عن ألف لحظة ندم تفكيرنا شوية نصبر شوية على الغضب اللي فينا نحاول إنه نفكر أو نعد للعشرة قبل ما نتخذ ردة فعل إدارة غضبي أنا بردات فعلي إنه ما تكون ردات فعل قاسية أو ما تكون ردات فعل متجاوزة أو حادي نوعا ما بيخليني نوعا ما تقبل نفسي أو تقبل الناس اللي حوالي نعم نصائح سريعة اليوم للشخص الأشخاص اللي يعانوا من مشكلة الغضب وهنهم عصبيين كتير كيف يفعلوا هاي الميزة وهي إنه إذا فينا نسميه إدارة الغضب ولو بسريعا هلا بالبداية الواحد يكون متصرح مع ذاته بعد حدودي حاولي يتقبل نفسه ونتقبل الناس اللي حوالي ممكن أنا بلاحظة غضب اللي أنا يجي فيه يعني بغضب نتيجة ممكن عامل خارجي أو عامل داخلي ممكن أنا غير محيط أو أطلع من الجو اللي أنا فيه حاليا اسمع ممكن ممكن الشخص اللي مقابلي هو ممكن كلمة حلوية ابتسامة لطيفة ممكن أنا أفكر الشتة التركيزي شوية عن الموضوع اللي مركز فيه اللي أنا معصب منه وغبام منه غير شوية اطلع من المحيط اللي أنا فيه بس مشان أني عيد حساباتي أو عيد ترتيب أموري من أول وجديد مشان أرجع أنا بلش من أول وجديد نعم نحن عمدنا نتشكى لك شكرا كتير لك وهيكي الله يهدي النفوس ويمرو هالشهر على خير وبدون مشاكل وغضب سريع على كل الأشخاص شكرا كتير لك شكرا لكم يعني ضبط النفس هي من الأمور الصعبة كتير بدأ كتير من المهارات وبدأ كتير من الإرادة شكرا كتير إلى تواجدك معنا شكرا لكم رمضاك كريم شكرا لكم